خطة تحصين عسكرية بدأتها القوات التركية على حدودها حيث دفعت بتعزيزات للمناطق المتاخمة لسوريا إلى ولاية شانلي أورفا جنوب شرق البلاد وصلت قافلة تحوي مدرعات وجنودا وعربات قالت وسائل إعلام تركية إنها ستتوجه إلى غاز عنتاب في وقت لاحق كما وصلت ناقلات جنود مدرعة ومركبات تحمل معدات عسكرية إلى ولاية هاتاي جنوبا هذه الخطوة جاءت بعد إعلان التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة عن تشكيل قوة حدودية ترأسها فصائل كردية وهي الخطوة التي وصفها الرئيس التركي بالمقلقة وغير المقبولة وستشمل هذه القوة 30 ألف عنصرا نصفهم على الأقل من مخضرمي قوات سوريا الديمقراطية وستنتشر على الحدود السورية مع تركيا والحدود مع العراق وعلى امتداد نهر الفرات التحالف الدولي سيتولى تدريب هذه القوة وتجهيز الفصائل الكردية لإدارة نقاط التفتيش التي سيتم نشرها على طول الحدود السورية التركية على مسافة 820 كيلومتر وكانت المدفعية التركية قد بدأت عملية عسكرية في عفرين ضد المقاتلين الأكراد حيث توعد الرئيس رجب طيب أردوغان منع أي وجود كردي مسلح قرب حدود بلاده إلين يوسف العربية